بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واحده والصلاة والسلام على من لا نبيه بعده وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام برطوت الدين الإسلام إن شاء الله درسين كنا الرأة درسي بلوغ المرام كتاب الصلاة باب المواقيت كيس جرى إن شاء الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي سعيد الخدري رضي فمي قال نجل ربي نسان رهاجالته سمعت رسول الله إرقما ربي نقاه نقاه رحمة نسان رهاجالته يقوله كجلوا لا صلاة صلاة ننجروا بعد الصبح إيقا صلاة الصبحي تي حتى تطلع الشمس هنقا أمالي غالتني أدون باتوتي ولا صلاة صلاة ننجروا أمالي بعد العصري إيقا صلاة عصري تي حتى تغيب الشمس حقا أدون بيتوتي متفق عليه إتي وليقال بخار مسلم ولفظ مسلم لفظين أمالي غالتني مسلم أمالي صلاة سلا ننجروا بعد صلاة الفجري إيقا صلاة فجري تي جد إيه بعد أداء فريضة الفجري والمراد غير ركعت الفجري فإنه يجوز قضاؤهما بعد صلاة الفجري وقد ردناه عن مطلق النافلة أيضا طلوع الشمس ولو ما قال أمالي غالتني سننا إسي بودا أرقامتو أكا تسار أكاعتين سمحي بودا ونما يونما جلتا تغيروا كفلون نجراء ورجعوس نجراء إنشاء الله كنافو واني أمالي غالتني سنمالي ركعتيف لمان فجري بودا جرو ركعابرا أكا نمان أمالي غالتني صلاة ننجروا ججو وله إصافة أمالي غالتني نجراء مسلمي عن عقبت بن عامر عقباء بن عامر رضي الله عنه ربي صلى الله عليه وسلم ثلاث ساعة يروس دهي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي تهجرا ينحانا كنو ترغو أن نصلي فيهن يروس انكيس سلاتو وانا أبرا مالي غالتني كابرو أوالو فيهن يروس دين سنكيس موتانا دو آكين حين تبعو الشمس توقو مالي غالتني يرو أدون باتو بازغة ملتو تاتي مالي غالتني حتى ترتفع حقه سين مالي غالتني ألفور أمتو تجاجو وحين يقوم يرو أمالي غالتني رابطو قائم الذهيرا رابطان أمالي غالتني أو آه حتى تزول الشمس حقه أمالي غالتني أدون دبدو تجاجو ويت أمالي غالتني رابطان أو آه قاد ددو فيهن راباني نماوالك التاهي يرو او ويقا دي جباتو سنجاجو وحين يرو تضيف الشمس وهة أدون أمالي غالتني قبو أو يتوا للغروب عند الشافعيه شافعي بردتي رحمه الله من حديث أبي هريرة رابي سنده ضعيفن سنده لا ف at an وزادة دبل إلا يوم الجمعة ويا جمعة مله وكذلك لأبي داود في نجراء عن عبائ demise نحوه فاكنت نجراء نحوه white هذه قريبة فهو أبي هريرا سن حديثة ما لقر تني ضعيفة سن أبي داود مبيرت كتادر رابي داود مبيرت اللي فكي سن تجرى سن ما لقر تني كقيا جمع كي ساباسو سن ضعيفة ججرى ديسن وعن جبير بن مطعمين جبير بن مطعمين رابي ودي فميرا دي الله عنه رب سرح جالة قال جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي جده يا بني عبد مناث يا إلمان عبد مناث لا تمنعوه ورقنا أحدا تكون ما آفا كاناني بهذا البيت بيتي كانر كاناني وصلى كسلاتي أي تساعة كميرو دا شاعة كسيفر يما لقى تني كسلاتي من الليل هالكانيفي أو نهاري نقيا إرا وان يما لقى تني رسول كينا بني عبد مناث دباتي لأنهم كانوا ولات الكعبة يروس نيتي دا نيما كعبة كعبة يما لقى تني أبو إساني استدلا بهذا الأموم على دوازي السلاتي في الحرامي في الأوقات التي نوهي عن السلاتي فيها فإن مثل هذا الحديث يصح به تخصيص وحاديث النهي هو استدلال قائم ما لقى تني هراما كيسد دي يرون قبو جاتوا سننان يرون قبو سلاني سننا دا يرون بربادنا ما لقى تني صلاة جاتوا رواه الخمسة وصعه التلميذي تلميذي لأن صحيح يعني وابن حبان وعن ابن عمر رأو دي فميرا دي الله عنهما رب جرى لما نرى جالة عن النبي صلى الله عليه وسلم رسول رب رأو دي سي قال نجلي الشفاق 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 شفاق جاتوا الحمرات دي من نسان الماليقر تني كيرو رهادون دي ما تسان جاتوا رواه الدرق طني درق طني دي سي وصعه ابن خزيمات وغيره وقفه ماليقر تني هدي سني ضعيفة جاتوا والمرجع في الى اهل اللغة ابن عمر بن اهل اللغة وقع وقح العرب وكلامه حجته وإن كان موقوفا علیه الشفاق والحمرت في الوفق من الغروب الالشايا ولا اقربيها ولا قريب العتمة شفاق جاتوا نما لگر تني وهم الیتو رحاتي تاکا ملگر تني يروت حاسن يروت حاسن دي من نروسن ارگمو حدثني موقوف ايسا لیتاو حدثني ضعيفا لیتاو ومارا كونك ابو جاتوا معنان صحيح معنان عسا ملگر تني استعمالك ابو جاتوا وعن ابن عباس رأو دي فميرا دي الله عنه رب نسان رحاجالة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول رب جدئه الفجر فجر امیف الجران فجر لما جره فجر تکو ملگر تني فجري يحرمو الطعام كicana لگر تني نياتا حرام گلو وتحلو فيه الصلاة كاما لگر تني اسا كيسا حلال تاتو صلاني وفجر تکو فجري دا تحرمو فيه الصلاة كيسا كيسا ملگر تني سلاني حرام تاتو اي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام قالت أنه يجرى أنه حلال تأجرها رواه من خزيمة والحاكم حاكمين لأنه ديسة وصحاها هو ملغر تنيجر لما صحية جرانين وليل حاكمي في جران في حديث جابر حديث جابر كيست نحوه فكما إساء وزادة ندب لي في الذي يحرم الطعام إساء ملغر تنيجر أنه يذهب نديمة مستطيلا لأرتاته في الأفق مجا ملغر تنيجر وفي الآخر ملغر تنيجر في الوضع يجر أنه يجر أنه في ذنب السرحان يجر أنه يجر الذنب ذنب مؤخرة الحيوان وانه ملغر تنيجر بودة بيلدات والسرحان سرحان الذئب يجير والمراد أن هذا الفجر يكون مرتفعا الفورمات في السماء سمائي كيست مثل العمودي فكيما لغر تنيجر أتوبة فكاته ولا يكون ممتدا في الأفق مجا سمائي راما لغر تنيجر سمائي لغر تنيجر وصححاهاه حديثة كنا لغر تنيجر صحيحة قرآن بخاري مسلم وأصلحه في السحي هيني هندين ما لغر تنيجر حديثة كنا صحيحيني كيست جراء وان أبي ما حذوراتا أبي ما حذورا رأو دفمي اسمه سموراتا بن أوس بن معير بكسر فسكون ففاتح معير 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 مؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم نما لغر تني رسولك إن أزانات ري جمحي مكي أسلم عام الفاتح وأقام بمكة يؤذن بها للسلوات أما لغر تني ورسوله أزانات ري أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول ربيك أعلى جده أول الوقت در يروضا رضوان الله جالل ربيتي وأوسطه جد جريس يروضا رحمة الله رحمة ربيتي وآخره لم تيما لغر تني مجرشان يروضا عفو الله رضوان ربيتي أخرجه در غطني در غطني باسه بسنض ضعيف جدا سنضا ملغر تني أقام لافات حديث ملغر تني أقام لافات عفو ربي رحمة ربي رضوان ربي ونجرود تكسس إن الله واسع المغفرة ربي كي نمال لغر تني واسع الرحمة كم لغر تني أرى رمي إسابة اللوتي كم لغر تني رضوان ربيتي إسابة اللوتي يروضا عبدو جايشو يروضا عنا ما دبرا يروضا عنا ما لغر تني رضوانك عبا يروضا عفو ونجر منجر يروضا كله كي ست نيرغم تجاج جال ربي كي نات في رحمة إسالة ونجر ونجر يروضا من حديث ابن عمار حديث ابن عمار إقرم ونجر حديث ضعيف إيضا حديث انبت رضي الله عنه ربي سر رسول الله رسول الله قال قال يقول لا صلاة صلاة نجر بعد الفجر إيه غامل إغارتاني فجري تي إلا سجدتين سجودة لما ملي إيه ركعتين ركعة لما ملي وها تاني الركعتاني هما سنة الفجر إسين أمملا إغارتاني سنة فجري تي يو إسين جلق أبانما دبرت آخر الرتي تقول تأمملا إغارتاني صلاة ولا جيتش أخرجه الخمسة ونممم الملإغارتاني شانتوا باس إلا النصائية نصائي ملي وفي رواية عبد الرزاق تقاتلها صلاة صلاة ننجروا بعد طلوع الفجر إذا كانت تقاتل فجر بها إلا ركعته الفجر ركع لما فجري ملي صحيح كنات تقاتلها صحيح ومثله فكما سلت دارك ني دارك ني رف نجر عن أمر بن العاص وعن أم سلامته سلامه رأو دي فمي قالة جدت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي صلاة العصر عصري صلاة ثم دخل بيتي إغسي مليغتني منا كيسين فصلى ركعتين ركع لما صلاة فسألته إسقافة فقال ننجر إشغلت شاغل مجرى الركعتين بعد الظهر ركع لما يغزهري تيما لغرتني كسلا صلاة إسراء شاغل مي فصليتهم الآن أرانتنا لغرتني أمن إسي صلاة فقلتوني جريني أفنقضيهما سنو تيما لغرتني نكفل لا إذا فاتتا يونو جبرت يما لغرتني ركعان أما لغرتني سنو يونو جبرت نكفل لا جد جرين جد فقال نجر لا انكفلتني أخرجه أحمد أحمد تباسي ولي أبي داوو دا أبي داوو دمه جراء عيشة عيشة ركع لغرتني رضي الله عنها بمعناه معنى مما لغرتني حديثة أمي سلاما كنا نجد لا إي لا تقضوها في هذا الوقت وهذا الجواب يفيد أن قضاء الركعتين ركع لما لغرتني كفلون بعد الأشر يقع عشري تي كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم لهم فأما لغرتني رسول كيناتي ولا يجوز لأحد غيره نما بروثيه أما لغرتني ساعة أكاسي سنكيستي سنك أدابا سنه إنجه وأما مداومته على الركعتين ركع لما لغرتون بعد الأشر يقع عشري تي بعد هذه الجدرانسات والأركعتين فلا أنه رسول كيناتو كانت عملًا وسم الله عنه يجوز وحده دوم عليه وسنه قدران فهو أيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم وأنتو قدران لغرتني رسول كيناتي صلى الله عليه وسلم سيطران صلى الله عليه وسلم سلاني سنك أيضا نفذ تھ emergencies سيئ اللهم درس لن تقرعنا فقط بلى توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته